تعاقل مباراة الترجي عندنا 3 مباراة محلية بنتكلم في 23, 26, 29, 5 3 مباراة طبعاً عشان الأهلي ملعبش في الدور غير 21 مباراة فقدر إمكان ربطة الأندية عايزة الأهلي على الأقل حتى 30-5 يكون لعب 24 مباراة وبالتالي عدد المباراة المؤجلة تكون في حدود حوالي من 3 إلى 4 مباراة على أمل تحديد موعد المؤجلات واستكمال المسابقة بعد 20-6 الناس ستقول لي من 30-5 إلى 26 إيه الارتباطات إن شاء الله بإذن الله الأهلي يتأهل لنهاء دور الأبطال عنده المباراة النهائية 4-6 خلاص تحدد رسمياً لقاء الزهاب يوم 4-6 وبإذن الله هيكون في القاهرة لقاء العودة يا في جنوب إفريقيا يا في المغرب هيبقى يوم 11-6 ده مواعيد رسمية ونهائية الأجندة الدولية منتخب مصر عنده مباراة من 12-6 إلى 26 هيلعب فيها مباراة مع غينيا كونكري اتحددت رسمياً ومش هتتغير يوم 14-6 حب المنتخب يعمل مباراة دية ممكن يلعبها يوم 19 أو 20 في ختام الأجندة الدولية ما فكرش يعمل مباراة دية وشاف إن الوقت مش مناسب أو الوقت ما أسعفوش لاختيار مباراة دية المنتخب هيكتفي بمباراة 14-6 في التصفيات الإفريقية وبالتالي يبدأ الأهلي بقى مشوار الدوري من جديد من بعد يوم 20-6 ومن ساعتها عيب الأهلي نقص له عشر مباراة على ختام الدوري العام يتلعبه في فترة قد إيه يخلص الدوري إمتى لكل حادث حديث وقتها ممكن نتكلم على هذه الفترة طيب الحضور الجماهيري ناس كتير بتسأل على الحضور الجماهيري أنا شفت مواقع كتير بتتكلم على فكرة الحضور الجماهيري هيكون في حدود حوالي 10 ألاف متفرج ولكن حتى هذه اللحظة نتعامل مع البيانات الرسمية والمواقف الرسمية طالما النادي الأهلي لم يعلن وطالما شركة تسكرتي لم تعلن أي شيء بشكل رسمي فاحنا ننتظر الإعلان الرسمي 10-20-30 نرجع للخمسين اللي كنا حضرناها في مباراة الرجاء والهلال أتمنها وكل الجماهير تتمنها ولكن نتمنى الفترة الجاية يكون فيه إضافة في مسألة أعداد الجماهير يكون فيه حل جزري في مسألة الحضور الجماهيري عشان احنا ندخلين على مناسبات مهمة جدا بالنسبة للأهلي احنا دخلين على نهاء دور الأبطال فكرة إن حد ممكن يفقر إن يرجعنا خضه تله وراء لا إعلام ولا كمسؤولين ولا كإدارة ولا كجماهير نفسها ممكن تسمح بداها ويتحاول قدر إمكان الجميع بلا استثناء يتكتف لي إيجاد حل لمسألة التشجيع والحضور الجماهيري قال قرنفلات اللي احنا بنشوفها مش أقول في الملاعب الأوروبية حتى في الملاعب العربية فمهم جدا الفترة الجاية بعد مباراة التراجي يكون في الفاينال نفس الأعداد اللي احنا شفناها في المباراة السابقة اللي أنا بقول احنا عندنا أحداث مهمة جاية بالنسبة لجماهيري النادي الأهلي شئة أمقا بيت يعني هتحتاج الحضور الجماهيري كامل للعدد مش عايزة أدخل تفاصيل كتير متعلقة بدور السوبر اللي هينطلق في منتصف أكتوبر ولكن احنا رحينا على مناسبة مهمة جدا في الفترة اللي جاية حدث سيتم تنظيمه على أعلى مستوى دور السوبر الإفريقي تعاون ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي داخل فيها رعاة على مستوى كبير جدا في المنطقة العربية جوائز مالية كبيرة جدا في فترة زمنية قليلة على عدد مباراة قليل ممكن النادي الأهلي يدخلوا لو وصل النهائي وخاد البطولة ما يقرب من حوالي 6 إلى 7 مليون دولار تفاصيل كتيرة أولا هتتحكي الفترة الجاية ولكن داخلين على حدث ومناسبة مهمة جدا فأتمنى فترة جاية يكون فيه دور إيجابي في مسألة الحضور الجماهيري سواء في مباراة التراجي في مباراة نهاية إفريقيا وأنا شايف نهاية إفريقيا يمكن التركيز عليه في فكرة الحضور الجماهيري عيب أهم وأفضل ولو في بعض السلبيات إزاي نقدر نعالجها في مواجهة التراجي كحضور جماهيري قبل مباراة نهاية دوري أبطال إفريقيا ترجمة نانسي قنقر